ميس أهلا بك يعني سلسلة جرائم جديدة وبين مأرب وصنعاء كل هذه الجرائم ضد حقوق الإنسان وانتهاكها تضاف إلى سجل ميليشيات الحوثي وممارساتهم الآن في آخر التطورات ما الذي يجري في صنعاء تحديدا بحق المهاجرين الأفارقة ربما طبعا الذي يجري في صنعاء هي جريمة جديدة تضاف مثل ما قلت إلى سلسلة الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي طبعا هذه الجريمة الجيدة هي بحق الأبرياء بالتزامن مع قصف مأرب وقتل أطفالها بعد أن أحرقت الأفارقة في مارس الماضي وصمت العالم عنها حيث رحلت الميليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء قسريا عشرات اللاجئين الأفارقة من صنعاء صوب مناطق سيطرة الشرعية بعد سرقة أموالهم وقتل دويهم بجريمة لا تختلف قسوتها عن محرقتهم هؤلاء اللاجئون والذين يحمل معظمهم الجنسيتين الصومالية والإثيوبية كانوا نظموا اعتصاما أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء ربا في تفاصيل ما تبعته في هذه القضية بالتحديد لماذا المهاجرون الأفارقة ورغم كل ما يتعرضون له من انتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي لماذا ينفذون هذه الاعتصامات في صنعاء أمام المفوضية العمل للاجئين ما هي الأسباب؟ ربا طبعا المهاجرون مثل ما تعرفين أن تحديدا طبعا الأثيوبين والصوماليون لم تنقطع سلسلة احتجاجاتهم واعتصاماتهم الشبه يومية أمام مبنى الأمم المتحدة نتيجة تجاهل المجتمع الدولي للمطالبة بتحقيق دولي والمنظمات الإنسانية والأممية في محرقة السابع من مارس التي نفذها الحوثي عمدا بحق زملائهم والتي تعملت معها منظمة الهجرة الدولية بحسب حقوقيين بطريقة حذرة دون أن تشير إلى الفاعل رغم التقارير والشهادات التي أدل بها الناجون من تلك المحرقة ربا طيب إلى أين يتم ترحيلهم؟ يعني من المعروف كيف هو الوضع الأمني والعسكري في اليمن في هذه المرحلة إلى أين يتم ترحيلهم من مناطق سيطرة الانقلابيين؟ ربا عملية الترحيل طبعا مثل ما ذكرنا هي تمت قصريا تشير المصادر إلى أن الحوثي رحلهم من صنعاء على شاحنات مخصصة لنقل المواشي والحيوانات إلى تعز والضالع في دفعات متفرقة قادمين من محافظة إب ومن ثم تركوهم للتوجه إلى عدن ولحج مشيا على الأقدام مسافة طبعا تصل إلى 160 كيلومتر نتابع معكم المشهد من ترحيلهم بعد اختطافهم من الشوارع ومن أمام مبنى الأمم المتحدة دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الشخصية ترجمة نانسي قنقر هذه العملية القسرية قوبلت بإدانة جهات محلية ومنظمات إنسانية حتى الحكومة الشرعية التي نددت بها والسؤال الذي يردده اليمنيون في منصة تويتر المرتبط بقضية الأفارقة في اليمن ما هو دور المفوضية تجاه المهاجرين الأفارقة في صنعاء وما يقوم به الحوثي من قتل وقمع للمهاجرين وبخلال 24 ساعة ارتكب الحوثي قضيتان تنتهي حقوق الإنسان قتل أطفال في مأرب وترحيل الأفارقة ربا هذا هو المشهد ما بين صنعاء ومأرب وجرائم الحوثي لك ما يسوى بالتأكيد سنتابع أيضا ونأخذ تفاصيل وحيثيات ما ذكرته كله مع